انتوا حضرتوا تماما الأسماعيلي في مجدوا في عزه إيه الفرق ما بين الجيل الحالي والجيل ولو عايزين نرجع عمجاد الإسماعيلي مرة تانية إيه اللي نايصنا؟ اللي نايصنا لإحنا نحل الأزمات اللي عندنا الأول ونفكر بقى اللي إحنا نبني فريق من ناشئيين للكويسين اللي عندنا اللیعب الكبار طبعا مش ناشئيين ونجيب صفقات نرجع بقى نعمل فرقة كويسة ترجع بقى بسم النادي الإسماعيلي وهبته تانية ده أول حاجة ونجيب حد كده مدرب كويس يعرف يتعامل نفسيا وزي ما كابت النهاب كان بيعمل مع اللعبة دي فيه أي تواصل ما بين دارة ندل إسماعيلي وما بين أي من الصفقات تسمعونها هو أكيد متواصلين مع لعبة ومخلصين معهم بس مشكلة القيد هي اللي ممكن مع الطالب بس الأمور دي بس إن شاء الله ممكن تتحلل العام اللي جاية دي يعني في خلال أيام مش كتير نعم إحنا سمعنا إن فيه أخبار إن أزمة القيد قابقى حسين أو أدنى إن هي تتحل الأخبار دي صحيحة ولا؟ بيقول صحيحة صحيحة لها قربت يعني قربت بنسبة كبيرة اللي هي تتحلل الفترة الأيام الجاية دي فيه جلسة النهاردة بس مش عارف اللي حصل بالزبط بس يعني قربت بنسبة كبيرة اللي هي تتحل يعني إن شاء الله عظيم جدا طيب لو قلنا كده سؤال افتراضي يعني لو أتيحة لنادي الإسماعيل إن هو أجيب صفقة من نادي الأهلي وصفقة من نادي الزمالي تقترحوا مين اللعيبة اللي تشارك مع نادي إسماعيل نقدر أو أي لعيب بلاش الأهلي والزمالي خليه نفتح الاسكوب يعني أي لعيب من الدوري المصري ترشحوا أو لعبين ترشحهم للانضمام لنادي الإسماعيل المسلم اللي جاي نادي والله يبس أنا يعني أنا بحب ترقيت لعبة شكبالا وعبدالله السعيد يعني ده عظيم وبالنسبة لك أنت عبدالله كحرس مرمى أنا مش أختار حرس مرمى أنا أختار مصطفى فتحي وزيزو طبعا في حتة تانية خالص آه طبعا طبعا شكرا شكرا شكرا